وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَوَصَّى يا ترى في فرق بين وصى وأوصى طبعا في فرق وصى فيها ديمومة فيها تكرار لا ترتبط بوقت واحد ولكن فيها إعادة مرة بعد مرة فالحق سبحانه وتعالى يشير أن سيدنا إبراهيم عليه السلام دائما ما كان يكرر هذه الوصية على مدار حياته ولم يقصرها فقط وقت وفاته أما أوصى فتكون لمرة واحدة فقط فوصى وأوصى بالضبط زي كرمة وأكرمة كرمة تفيد التكرار مرة بعد مرة أما أكرمة فتكون لمرة واحدة فقط وناخد بلنا جميعا من أمر في غاية الأهمية الوصية لا بد أن تكون موافقة للشريع والدين وأي مسلم يوصي بأمر يخالف ما أمر الله به يخشى عليه بعد موته من عاقبة أمره وفي حياتنا الواقعية أمثلة كثيرة على ذلك هنلاقي مثلا أب يوصي لأحد أبنائه بشيء من المال أو العقار دون إخوته وأم أيضا توصي بالذهب للإناث من أبنائها دون الذكور ولا تكون الوصية إلا بالأمر العظيم والمهم وأصدق وقت للوصية يكون عند حضور سكرات الموت لأن الإنسان في اللحظة دي بيكون في أشد اللحظات صدقا مع نفسه فمن كان هموه في هذه الدنيا جمع الأموال والأراضي والعقار يذكرها في وصيته ومن كان هموه في هذه الدنيا الآخرة والإسلام يذكرها في وصيته وده بالطبع مش معناه أن الإنسان في وصيته يوصي فقط بالدين والإسلام ويترك الأموال لا بل يبدأ بالأهم والأصلح لأبنائه وهو التمسك بالإسلام ثم بعد ذلك يوصي لهم بما يوصلح شؤونهم بعد مماته ولو تأملت كويس في وصية سيدة إبراهيم عليه السلام تجد أنه حصرها في أمور الدين والإسلام لأنه لا يخشى على أولادي من الفقر فالله هو الرزاق وسوف يرزقهم والواحد لما بيسمع كلمة وصية أو وصى بيشرقب وينتبه تماما لما يقال وبالتالي كلمة وصية أقوى تأثيرا من أمر محدد أو نهي محدد أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تغضب فالرسول صلى الله عليه وسلم وصى ذاك الصحابي بما ينفعه فقد كان غضوبا كثير الغضب فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب ووصية سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا يعقوب عليه السلام ليست خاصة ولكنها عامة لنا جميعا وبالطبع الوصية تكون لمن نحب ومن أحب إلينا من أبنائنا الكلام ده ينطبق على المسلم والكافر فالإنسان لا يتمنى أي خير إلا لأبنائه ولا يتمنى في هذه الدنيا أن يكون هناك أحد أفضل منه إلا أبنائه ووصى بها يترى بها الضمير يعود عليه قال بعض العلماء الأفاضل أن بها تعود على كلمة الإسلام التي قالها إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين وقال بعض العلماء أن بها تعود على ملة إبراهيم وقال الآخرون أن بها تعود على كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم تذكر وصية سيدنا إبراهيم في القرآن وحسب لا بل ذكرت أيضا في العهد القديم والعهد الجديد وبالطبع كلنا عارفين أن العهد القديم يؤمن به كل من اليهود والنصارى أما العهد الجديد فيؤمن به فقط النصارى وحنلاقي في سفر التثنية رقم 6 اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد وإسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام أما في العهد الجديد وفي إنجيل موركوس رقم 12 سأل أحد الكتب يسوى عليه السلام وقال له أي الوصاية هي أول كل الوصاية؟ فقال له اليسوى عليه السلام إن أول كل الوصاية اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر